قاله وأول الغيث قطرة والتوجه نحو أتمتة التبادل المالي الألكتروني وعمليات البيع والشراء اليومية بداها مصرف الرافدين من البانزين خانات هناك بكل محطة وقود رح يحطون صراف آلي يعني كل شخص عنده بطاقة الكترونية مشحونة برصيد يسدد قيمة البانزين الكترونيا زيهنه بخشيش البوزرش الإجبار شلون وين رح يروح ومين رح يأخذه لازم يمسح ايده بالحيط على هالكلام نصهم رح يبطلون لأن وارد القطة يتقاس مو مع صاحب المحطة إذن اترقبوا فئة من العاطلين تنتظرنا على الرصيف يقول لك ويلع العراق يسدها منا تنفتق منا بس ما قالوا ان هذا الصراف الآلي نفسه مال صفقة بوابة عشتار مال علي غلام اللي يسموها فضيحة القرن لو غيرها وبينها تنهية مو فضيحة لا فضيحة قرن ولا شيء اكو فضايح اكبر منها بهواية ما حد قدر يفك حلقة وقال بيها شيء احنا عدنا مصرف اهلي محول سبعة مليار دولار بيوم ما حد لخارج العراق ما قالوا عنا فضيحة القرن عموما كانت فضيحة بس ما نعرف بيها قرن لو لا هسا نرجع الموضوعنا الاول ونسأل الحكومة رح تنجح بتحدي التبادل الالكتروني المالي منه رح ينتصر بالاخير الصراف الآلي لول كاشية اللي يثق بيها عفوا معظم العراقيين اللي يضمون فلوسهم جواها اكثر من ثقتهم بمصارف مهزوزة بين الفساد وغسيل الاموال والبنك المركز العتيد اللي يريد يضبط حركة بيع الدولار ما يقول النفسه ليش يحارب بيع الدولار ومتعب نفسه اذا هو متبع سياسة اصرف ما في الجيب يبيع العملة البارحة بس البنك المركزي بايع عملة بميتين وسبعة وستين مليون دولار رقم قياسي طالع من الخزينة الاساسي اوهم عمي على راسي انتو المؤثر الاساسي والسياسي لعت شنو قامت القيامة ولم تقعد سنة 2015 وتم تحديد المباعب نافذة بيع العملة بخمسة وسبعين مليون دولار وهم كانوا الجماعة مراضين بس ترى ليأكلوا يا العميان هم لازم ينصف يصدرون نشرات وتعليمات زين ليش بتعبيد نفسكم ماذا تبيع وماذا لا تبيع والباب مفتوح ومشاع للجميع بس ترى حتى تنانير النساء بالصيف ليست كالشتاء والنفط هسه غالي شما ادريكم التالي يرخص هذا الغالي ضموا شي لاخرتكم عموما اليوم نتحدث باسف على امر متوقع هو عدم اتفاق البرلمان على اقرار الموازنة اللي طال انتظارها ستة اشهر والمفروض بين يوم واحد وثلاثين اثنى عش هي مقرر وان سادت البرلمان خطوة ايجابية باتجاه البصرة يراها العراقيون حقا مستحقا وهي مطالبة ميت نائب تقصيص اربعمائة مليار دينار لمشروع تحلية المياه ومحطة كهرباء وترى موه واي على البصرة الحبيب كنوا يا هذا المشروع مشروع تحلية مياه البصرة واللي يضايج من الموضوع يروح للبصرة ويشوف العالم شلون هناك تتعامل بموضوع المي بس لو طالعوها للدرة ويقرون الموازنة كان ارتاحين